القطعة صفحة 11 تدور فكرة القطعة حول تطور شركات الطيران وأن أول شركة الطيران ظهرت في أوروبا كما بيكلمنا عن تطور الطائرات وأن الطائرات في الأول كانت مفتوحة للهواء عشان كده الركاب كانوا بيضطروا يربسوا ملابس وأحزيع خاصة لركوب الطائرة وبالرغم من أول شركة طيران بدأت في أوروبا إلا أن أمريكا هي أول دولة عملت رحلة جوية للركاب وبعد كده بيقول لنا أن السفر الجوي ما أثرش على السفر بالسيارة أو القطار إلا أنه تسبب في توقف العديد من خطوط الشحن البحرية لأن معظم الناس بتفضل أن هي تقضي وقت قليل في السفر الجوي عن أن هي تقضي وقت طويل جدا في النقل البحرية في الوقت الحاضر يوجد لدى معظم البلدان أو الدول شركة طيران أو مطار واحد على الأقل ينقل إلى دول أجنبية أو يطير إلى دول أجنبية وواحد للنقل الداخلي في الدولة وبعض الدول لديها العديد من كل منها كانت أول شركة طيران أوروبية تطير كل يوم من برلين إلى ويمار نلاحظ أن الفرب فلو ده التصريف الثاني للفعل فلاي يطير وتصريفه فلاي فلو فلون كولد دوتشي لفت ريدي راي وكان بيسمى شركة الشحن الجوي الألمانية والجملة دي على بعضها أصلها ألماني وبدأ العمل في السادس من فبراير عام 1919 في البداية كانت تحمل البريد والصحف فقط ولكن سرعان مستقبل الركاب أيضا وكانت الطائرات مفتوحة في الهواء لذلك كان على الركاب ارتداء ملابس وأحذية خاصة لحمايتهم من الرياح والأمطار والبرد على الرغم من أن أولى رحلات الركاب حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تطور الصفر الجوي في أمريكا كان بطيئا بشكل غريب ولم يكن هناك أي خدمة ركاب منتظمة حتى عام 1926 ولم تبدأ أول خدمة عبر شمال الأطلنطي في العمل حتى 1939 وكانت هذه الخدمة من قبل القارب الطائر وكانت هذه الخدمة من قبل القارب الطائر في الوقت الحاضر بالنسبة للعديد من الأشخاص يعد السفر الجوي جزءا من حياتهم مثل السفر بالقارب أو السيارة أو الكطار على الرغم من أنه لم يؤثر بشكل خطير على السفر بالسيارة أو الكطار إلا أنه تسبب في توقف العديد من خطوط الشحن عن نقل الركاب حيث يفضل معظم الناس الآن قضاء رحلات طويلة جوا وليس برا أو ممكن نترجمها أن الناس بتفضل تعمل الرحلات الطويلة جوا بدلا من بحرا